أهلا بكم نبدأ نشرتنا من قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية برفع أسعار بيع المحروقات الأساسية لشهر أيلول بنسبة تتراوح بين 1.2% و 3.2% مع تثبيت سعر استوانة الغاز عند 7 دنانير وبند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء بقيمة سفر وبحسب القرار الذي سيبدأ العمل به بعد منتصف هذه الليلة تم رفع سعر بيع البنزين أكتان 90 خلال شهر آب بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلسا للتر بدلا من 655 فلسا للتر لشهر آب الحالي كما تم رفع سعر البنزين أكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلسا للتر لشهر أيلول بدلا من 875 فلسا للتر لتسعيرة الشهر الحالي أما مادتي السولار والكاس فقد تم رفع سعر اللتر لكليهما بمقدار 15 فلسا للتر ليصبح 480 فلسا للتر بدلا من 465 فلسا للتر لتسعيرة الشهر الحالي أعلن وزير العمل نضال البطيني خلال إجازة صحفي أن الوزارة استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية يوم السبت 47 ألفا و 323 شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإناء خدمات العمال تخص أكثر من 330 ألف عامل وعاملة كما أعلن وزير العمل نتائج 1250 زيارة تفتيشية على المدارس الخاصة استمرت لمدة شهر فيما بلغ عدد الشكاوى على المدارس الخاصة 1365 منذ بدء الجائحة ترجمة نانسي قنقر 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 وأزواج أو زوجات الأردنيين وأبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية وسارية المفعول وحملت على جوازات الأردنية المؤقتة سارية المفعول إلى ذلك كشف وزير العمل أن عدد المسجرين على المنصة بلغ 32 ألفا و46 عاملا وافدا من ثمانين جنسية غادر منهم أراضي المملكة حتى يوم أمس الثلاثين من آب حوالي ثمانية عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون عاملا وافدا قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السماحة لشركات الخدمات المالية بالعمل عن بعد وتداول عبر الإنترنت وفقا للضوابط والمتطلبات الفنية هيئة الأوراق المالية أوضحت في بيان صحفي أن هذا القرار سمح فيه فقط في الحالات الاستثنائية والطارئة الناجمة عن الوضع الوبائي شريطة حصول الشركة على موافقة الهيئة وتحقيقها لكافة المتطلبات والضوابط الفنية المتفق عليها من الهيئة وبورصة عمان وأكدت الهيئة أن الشركة التي ستمنح الموافقة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة بياناتها وبيانات عملائها وأنظمتها وعليها تقديم تعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض الأجهزة المستخدمة من قبلهم لسوء الاستخدام أو الاختراق وضمان عدم وصول الموظفين لأنظمة الشركة عن بعد باستخدام وسائل وطرق اتصال غير آمن وتحت طائلات المسؤولية أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي حجم المساعدات من منح وقروض ميسرة حصل الأردن عليها في أول سبعة أشهر من العام الحالي فيها بما خطة استجابا لخطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية بإجمال بلغ مليارا وستمائة وثلاثة وتسعين مليون دولار وفي التفاصيل تبلغ إجمال المنح الاعتيادية والإضافية التي حصل الأردن عليها خمسمائة وتسعة وثمانين مليون ومئتي ألف دولار فيما بلغت القروض الميسرة ما قيمته خمسمائة وستة مليين ومئتا ألف دولار كما حصل على خمسمائة وسبعة وتسعين مليون ومئتي ألف دولار لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية أما توزيع المساعدات التي حصل الأردن عليها كانت موجهة لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة ثلاثمائة وثمانية وعشرين مليون دولار ومنح إضافية لمواجهة جائحة كورونا بقيمة ستة وثلاثين مليون دولار فيما حصد دعم الموازنة على الحصة الكبرى بقيمة تجاوزت المليار دولار أما الدعم الموجه للاجئين فبلغ مائة واربعة وعشرين مليون واربعمائة ألف دولار ولدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين بقيمة مائة وثلاثة وعشرين مليون دولار وحول أكثر القطاعات حصة من حجم المساعدات التي حصل الأردن عليها باستثناء الموجهة لدعم اللاجئين السوريين ضمن خطة الاستجابة الوطنية في أول سبعة أشهر من العام الحالي جاء قطاع المياه بحصة 23.1% فيما حصد دعم الموازنة على الحصة الأكبر بنسبة 26.9% فيما حصدت قطاعات الصحة والثقافة والحماية الاجتماعية لمواجهة الجائحة 25.8% وقطاع مشاريع الشباب والريادة والتكنولوجيا بنسبة 12.7% وقطاع التعليم حصد نسبة 4.3% من إجمال قيمة المساعدات أما الدعم الذي حصل الأردن عليه لمواجهة جائحة كورونا منذ بداية العام كان الجزء الأكبر من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 21.5 مليون دولار ومن الوكالة البريطانية للتنمية بقيمة 6.180.000 دولار وصندوق العربي للإنماء بقيمة 3.200.000 دولار واليابان بقيمة 3.700.000 دولار إضافة إلى مفوضية شؤون اللاجئين أطلق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أول استثماراته الزراعية في جنوب الأردن بكلفة 13 مليون دينار ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود الثقاف قالت إن المشروع الزراعي يقام على أرض مساحتها 25 ألف دنم في جنوب المملكة لإنتاج الخضروات والأعلاف الحيوانية والمشروع بحسب مدير صندوق أموال الضمان سيكون باكورة استثمارات شركة الضمان للاستثمارات والصناعات الزراعية وستتم إدارته من خلال التعاون مع شركات ذات خبرات متخصصة وكادر فني مؤهل في إدارة وتشغيل وتسويق المشاريع الزراعية وبالاعتماد على الأيد العاملة في المجتمع المحلي تراجع مستوى الانخفاض في مبيعات الشقاق في الأردن خلال شهر تموز من العام الحالي مقارنة بالفترة السابقة من ذات العام بحسب ما أعلن الرئيس السابق لجمعية مستثمري الإسكان زهير العمري وقال العمري إن مبيعات الشقاق خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 10111 شقة بانخفاض نسبته 24% عن ذات الفترة من العام الماضي ومع إضافة مبيعات شهر تموز تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 18% وهو ما اعتبره مؤشر مطمئن بأن القطاع العقري بدأ بالتعافي بعد حالة التراجع الذي شهده جراء تحديات جائحة كورونا وأشار لأن الأرقام حتى نهاية شهر تموز ليست ببعيدة عن نسبة البيع التي سجلت في العام 2019 في حين يحتاج الأردن سنويا إلى 65 ألف وحدة سكنية مجددا المطالبة بضرورة تخفيض الفائدة على القروض السكنية كانت عام 2019 16617 بينما في السبع أشهر الأولى من هذا العام وصل العدد إلى 13672 الانخفاض بدأ يقل الانخفاض للسبع أشهر كان 18% موضوع الفائدة موضوع كثير مهم وحساس بالنسبة للمشتري للمواطن وأي نسبة بتخفيض الفائدة بتأثر بشكل كبير على قيمة القصد وعلى قدرة المواطن يعني بس نحكي ربع نقطة ونص نقطة لا نستهين فيهم الحقيقة أنه البنك المركزي خفض الفائدة خلال الشهرين الأخيرين إلا أنه يعني القطاع العقاري بحاجة لأكثر من ذلك لأنه لا زال القصد عالي على المواطن لا زال الإمكانيات المواطنية للشراء ضعيفة نسبيا من هون بيجي يعني بالإضافة لذكرته أنا يعني اللي بتمنى على الحكومة أنها تسعى لتخفيض الكلف من خلال تخفيض ضربة المبيعات وزيادة الإعفاءات أيضا البنوك والبنك المركزي يعني مطلوب فعلا أنهم يساهموا أيضا في تخفيض الفائدة بشكل ملحوظ بحيث أنه يكون هناك يعني يعني تمكين المواطن الأردنية من امتلاك مسكن